الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أحبتي الطلب والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كنتم أسعد الله أوقاتكم وحماكم خاصة في هذه الأيام أيام الكورونا وقدم في هذا المقطع الخامس من تاريخ الفكر الاقتصادي هذا الجزء من التاريخ الاقتصادي بعنوان بدايات التاريخ أو الفكر الاقتصادي العلمي بدايات الفكر الاقتصادي العلمي أرجو أن يكون فيه الفائد العظمى لكم جميعا أحبتي حيثما كنتم وعلى بركة الله نبدأ أن تميزت نهاية حقبة الإقضاء وأرجو أن هنا أذكركم بحقبة الإقضاء حقبة الإقضاء هذه المميزة بظهور مجموعة من مفكرين الذين شرعوا بفتحات فكري لم تكن معتادة في القرون الغابرة وقد عنوانها الاقتصادي أو مؤرخون فكري الاقتصادي حتى نكون دقيقين عنوانها هؤلاء المفكرون بحقبة الاقتصاد السياسي أو political economy كان سير جيمس دينام ستوارد أول من استخدم مصطلح الاقتصادي السياسي وأرجو أن نتذكر هذه الحقيقة كان أول من استخدم هذا المصطلح للاقتصادي السياسي في كتابه تحقيق في مبادئ اقتصاد السياسي and inquiry into the principles of political economy الذي نشر في العام 1767 أي قبل عهد آدم سميت ويجب أن نتذكر هذه الحقيقة بأن ستوارد قد ذكر هذا المصطلح اقتصاد السياسي قبل أن يظهر آدم سميت بأفكاره في العام 1776 وهو كتاب اشتهر من خلال كتاب ثروة الأمم تميز القرن الثامن عشر الميلادي بالتدافع لافت للفكر الاقتصادي جاء كنتيجة حتمية للحمى الاقتصادي التي شهدتها أوروبا في مجال التجارة والتباذل خاصة في بريطانيا ومنها نحو الشرق والغرب خاصة إلى المستعمرات في أمريكا الشمالية نتابع ترجم المفكرون هذه الظاهرة إلى نظريات وآراء اقتصادية دلت على واقع الحال في فترة سبقت نشوء ما يسمى بالاقتصاد الكلاسيكي الآن هذا الاقتصاد الكلاسيكي هو جزء اللي يترزع من تلك الاقتصادي سنأتي عليه إن شاء الله في مقاطع لاحقة لكن هذا الآن المفكرون ترجم هذه الأفكار ودلت يعني على إنه واقع الحال في تلك الفترة وقد وصف المفكرون الاقتصادون الذين انشغلوا بترجمة الأفكار والضواها الاقتصادية ما قبل الاقتصاد الاستهلاكي بأنهم مؤسسوا الاقتصاد السياسي أي الذين انشغلوا بأفكار الاقتصاد قبل ظهور ما يسمى بالكلاسيكي الكراميكس كانوا هم ما يسموا الاقتصاديون السياسيون أو مؤسسوا الاقتصاد السياسي نتابع يعتبر وليام بيتي الأب المؤسس للاقتصاد السياسي كان مؤمنا بالأبحاث التجريبية لاحظوا هنا الأبحاث التجريبية في دراسة العالم الطبيعي وتقريات الإنتاج والبحث والدراسة وقد أسس بالتعاون مع زملائه المهتمين طبعا في بريطانيا أسسوا ما يسمى جمعية لندن الملكية لتحسين المعرفة الطبيعية The Royal Society of London For Improving of Natural Knowledge عرف بيتي بدفاعه عن البحث التجريبي وهو طبعا يعني كان رائدا في هذا المجال بالمفكرين الاقتصاديين وتوظيف هو يعني عن بيتي ما سمي في أيامه الحساب السياسي الحساب السياسي في التحليل الاقتصادي المقصود فيه طبعا اللي هي إحصائيات التجارة والأسعار وكمية الإنتاج والعمال وما شابه فمهم جدا نذكر أنه هكذا كان يطلق عليها الحساب السياسي أو political economy في التحليل الاقتصادي أو political arithmetic ما قاله بيتي في سياق البيانات وأرجو التشديد على هذا القول المأثور قال بدلا من توظيف كلمات التفضيل أنا أحب هذا وأكره هذا وما شابه والمقارنة والجدل الثقافي اتخذت مسارا كي أعبر عن نفسي بدلالة الأرقام والرقم والوزن والقياس إذن بدلا من توظيف كلمات التفضيل والمقارنة والجدل الثقافي اتخذت مسارا كي أعبر عن نفسي بدلالة الرقم والوزن والقياس أي أنه استخدم المنهج الكمي شو قال أن أستخدم الجدل الحسي وأن ألجأ أن ألجأ عفوا إلى القياس باعتباره الآن الأساس الذي يمكن الأساسات التي يمكن مشاهدتها في الطبيعة أنا بس حتى أوضح أمحى هذا الحكي التمييز هذا وأذكر الجملة الثانية مرة بدلا من توظيف كلمات التفضيل والمقارنة والجدل الثقافي اتخذت مسارا كي أعبر عن نفسي بدلالة الرقم والوزن والقياس الرقم والوزن والقياس أن أستخدم الجدل الحسي وأن ألجأ إلى القياس باعتباره الأساسات التي يمكن مشاهدتها في الطبيعة فعلا يعني بمعنى آخر أنا أرصد الأسعار كميات الإنتاج عدد العمال وما شابه وتميز بيتي في زمنه باشتقاق مبادئ حسابات الدخل الوطني الذين نتحدث عنها في إخضار الحديث ناشنل انتنم وكان له الفضل بتطوير نظرية القيمة ثيرو فاليو أي بعمل قيمة الشيء سعره حيث عزى كل الثروة إلى مدخل العمل وأن الثروة هي الأثر الذي أداه العمل في الماضي والعمل نفسه هو مصدر ومقياس القيمة أما الإنتاج فقد تحقق نتيجة للجهد التعاوني لعنصر العمل أرجو التركيز على ذلك نتابع هذا هو وليام بيتي لاحظوا أنه موليد 1623 وتوفي سنة 1687 ربط بيتي القيمة بالإيجار بقوله إن الإيجار الصحيح هو ما تنتجه الأرض ويكون فائضا عن كلفة العمالة والمواد الداخلة في الإنتاج أي أنه الفرق بين قيمة الإنتاج وكلفته وهو بالتالي الربح أدخل بيتي مفهوم فروقات الإيجار وما يسمى وركز على أن سعر الأرض هو الذي يقرر الإيجار ومبدأ القيمة الطبيعية وما يسمى ناتشر باريو الذي يقول بأن السعر الفعلي أكلو البرايس للسلعة يلف ويدور بشكل دائم حول السعر الطبيعي ناتشر برايس أي القيمة الطبيعية وقال بأن قيمة كل الأشياء يجب أن تحدد من عنصرين طبيعيين هما الأرض والعمالة هما الأرض والعمالة الشيء اللافت في أفكار بيتي اعتباره الربا أرجو التركيز على الربا يزري إيجارا على النقود لاحظوا خالفة كثير من مبادئة التي كانت سائدة أيام الإقطاع وأيام عهد دوماس الأكوين وما سائد في أوروبا طبعا والفكر الغربي في القرون الوسطى وأن سعر الفائدة يحدد بواسط إيجار الأرض بالمفهوم المعرف أعلى طبعا وقال بأنه في حالة القرود الخالية من المخاطر سبحان الله هذا المصطرح يعني حديث جدا ريسك فري لونز يتساوى معدل الفائدة مع إيجار كمية الأرض التي يمكن شراءها بمقدار النقود المقربة أرجو التركيز على ذلك لأهمية هذه الفكرة نتابع أن حصلت أفكار بيتي حول الأسواق الدولية بفكرة العقيدة التجارية وعارض تصدير السبائك الذهبية نلاحظوا لي كان من معارضين إذا بمعنى آخر كان مركينتالي إما كان مركينتالي أو من البليونست اللي هم سبائكيون لكن لاحظوا لي يعني مركينتالي ولو تفرعت إلى فرعين رئيسيين لكنه يكمل الآن بعضهم البعض وعارض تحديد أسعار الفائدة وأسعار الصرف وقد ساعده الإحصاء لاحظوا لهون الإحصاء اللي هي الأرقام التي كان يستخدمها عندون غيره من المفكين وعلماء الإقصاد ساعدوا الإحصاء على فهم عالم الإقصاد خاصة التجارة أكثر من المركينتاليين أنفسهم وبالنسبة لكمية النقود قال بيتي بأن تساوى الكميتين الموجودتين على سبيل المثال في إنجلترا وإيرلندا لم يكن إلى تعبيرنا عن المقدار الكل للإنفاق السنوي في كل منطقة دفعت هذه الفكرة إلى تطوير مبدأ سرعة دوران النقود أو ما يسمى velocity of circulation of money وقد مكنت هذه الأفكار من إدراك أهمية النقود في اقتصاد أي دولة لكن حسب رأيه نجاعة الدولة من وجهة نظره تكمن في قواها الإنتاجية قواها الإنتاجية ونجاعته اللي هي يعني نتحدد حنا عن كفاءة الإنتاج أو ما يسمى efficient production لاحظ هذه الفكرة المتقدمة الآن وفعلا ما يقوله منطقي بأن قوة الدولة تعتمد على قوة اقتصادها لاحظ بعقريته غير العادية أن هناك كمية فضلة للنقود optimum quantity of money الواجب توافرها في اقتصاد الماء وأن العز أو الفائض منها ليس مرغوبا وقال بأن عرض النقط money supply ينبغي أن يتعدل لكنه لم يحدد العلاقة بين النقود والأسعار هذه هي تقريبا أفكار ويام بيتي اللي أوضح هذا الكلام كله هنا المعرف الطبيعي كما ذكرنا أنه كان مغرم بالطبيعة وكيف تقاس الأشياء السرعة والكم والوزن وما شابه فيطبقها على الاقتصاد حسب ما كان يذكر من الحساب السياس اللي هو الكميات في الاقتصاد كمية الانتاج والعمال وما شابه مفهوم حسابات الدخل الوطني آدخل نظرية القيمة ومصدر التروى الإيجار وفروقات الإيجار تحدث عن سعر الفائدة وإيجار الأرض تحدث عن القيمة الطبيعية والسعر الطبيعي سرعة دولان النقود النظرية الكمية في النقود سعر الفائدة وكمية النقود والكمية الفضلة من النقود هذا ملخص طبعا يعني إلى أفكار بيتي واليام بيتي نتابع اهتم عفوا هنا خطأ طبعا اهتم بيتي بأمر التمويلات العامة أو ما يسمى بلغة العربية المالية العامة هكذا تترجم لك هذا خطأ public finances تمويلات العامة دفعه ذلك إلى وضع الأسس وهنا هنا أرجو الانتباه لأنه هذه فكرة مهمة جدا لاحظوا لي بالعصر الحديث الآن الدولة تعتمد موازنة موازنة فيها بنود الإنفاق أين تذهب النفقات الآن دفعه إلى ذلك إلى وضع الأسس التي تسير عليه النفقات العامة أو الانفاق العامة النفقات العامة حتى يومين هذا من حيث الأولويات لهذه النفقات وقد رتب النفقات تحت عنوين رئيسة كما يأتي نفقات الدفاع لاحظوا لي هنا نفقات الدفاع اللي أميزها هذه نفقات الدفاع الإنفاق على القانون والنظام يعني الشرطة والجيش وما شابه الإنفاق على الإدارة العامة الحكومة الإنفاق على المؤسسات الدينية كما نقول الكنائس أو وزارة الأوقاف مثلا الإنفاق على التعليم سبحان الله والإنفاق على الفقر البطالة يعني التنمية الاجتماعية وصندوق البطالة وما شابه ثم الإنفاق على الأشغال العامة الطرق والجامعات والمسفرات وما شابه هذه مهم جدا نتذكر أحبتي حتى يعني لنتذكر بأنه هذه الأفكار التي أتى بها وليام بيتي في تلك الأيام يعني سبحان الله قبل 300 أو 400 عام الآن ما زالت تطبق في كل دول العالم من حيث يعني تبويب النفقات في موازنات الحكومات نكمل وكي تتمكن الحكومة من تقرط مثل هذه النفقات عليها أن تفرض ضريبة صعودية حسب رأيه Proportional Tax وأن لا يكون مقدار الضريبة عالي إلى حد أبعد من عقول وأن تكون حيادية الأثر على توزيع التروة كما كان يعتقد بيتي اخترح فكرة أن لا تقوم الحكومة في الضرائب عالية على الناس لأن للضريبة أثر كابح وهنا فسكالدراج نسميها بدل أن تؤدي إلى زيارة النفاق العام وتحفيز الاقتصاد ربما إذا ارتفعت إلى مستوية عالية تؤدي إلى كبح الاقتصاد ووقوف النمو لكنه دافع عن قيام أفراد المجتمع بدفع ما يلزم من ضرائب من أجل صيانة الدولة والمحافظة عليها شريطة أن تقوم الحكومة باتباع العدل في توزيع العب الضريبي العب الضريبي وهم جدا يعني يجب أن يكون تاكس بردن أو العب الضريبي موزع بعدالة حسب طبعا دخل الفرد أو دخل الجماعة أو دخل المنشأة وما شابه نتابع هذه الآن ملخص آخر لأفكاره يعني ما تبقى المالية العامة تحدث عنها كيفية توزيع بلود الإنفاق ترتيب النفاقات العامة الأثر الكابحة للضريبي العب الضريبي والسكان دخل إلى عالم الفكر تاجر ذو خبرة عملية واسعة في التجارة وله آراء علمية عميقة حول الاقتصاد هذا المفكر هو السير دودلي نورث دودلي نورث الذي تابع أفكار وليام بيتي وتعلم منها الكثير وقد ألف كتابا نشره قبل موته بمدة قصيرة بعنوان حوارات حول التجارة discourses upon trade هاجم فيه العقيدة التجارية أو المركنتالية خاصة نظرية الميزان التجاري theory of balance of trade وقال بأن التجارة الدولية ليست إلا نشاطا طوعيا من طرف الطرفي التبادل المصدر والمستورد دافع نورث عن التجارة الحرة انطلاقا من اعتقاده الآن هذا المعتقد مهم جدا الـ interdependence interdependence هنا الآن اعتماد الدول على بعضها البعض وأن التجارة الدولية لا توجد من غير تجارة محلية وهو منصف العولة بالاقتصارية يا سلام من غير أنه شيء يسميه صراحة بقوله إن العالم كله وحدة اقتصارية كما لو كان أمة واحدة وأن كل أشكال التبادل التجاري يجب أن تكون مربحة للأطراف كلها لأن لا تجارة من غير مكسب طبعا هذا يخالف رأي المركينتاليين كما ذكرت لكم سابقا إن شاء الله يعني سنتحدث في مقطع لاحق عن العقيدة المركينتالية أو العقيدة التجارية هذا هو درلي نورث وإذا سنة 1641 توفي سنة 1691 لاحظوا للفكر المتقدم الذي تميز به هؤلاء الفلاسفة والمفكرون في موضوع سعر الفائدة وتوجه العكومة البريطانية آنذاك طبعا لوضع الحد الأقصى على معدالها عارض نورث هذه السياسة الاقتصادية استنادا إلى الفكر السائل التي تقول بأن ارتفاع سعر أي سرعة يحدث نتيجة لماذا؟ نتيجة أن الكمية المطلوبة سفاحزيات الكمية المطلوبة وانخفاض الكمية المعروضة من السلعة وبالتالي وهذا ما بل ينطبق على النقود لأنه عسب رأيه طبعا لأن سعر الفائدة على سعر القرض هو سعر القرض عفواً فكلما زاد عدد المقترضين وقل عدد المقترضين ارتفاع سعر الفائدة الطلب العرضي هاجم النورث المعتقد الذي يقول بأن قلة النقود تؤدي لكبح التجارة وقال بأن المتاجر بالذهب والفضة يحدث كما لو كانتا سلعتين سلعتين عاديتين هنا خطأ طبعا يعتدد عنه كما لو كانتا سلعتين عاديتين ولهذا السبب حسب رأيه تنمو الدول الحصيفة النشطة وتستراجع الدول الكسولة الآن هذا ملخص بسيط هاجب النظرية في الميزان التجاري يعني الذي النظرية التي تبناها المركينتاريون اللي هو يجب أن تكون الصادرات أكثر مستوردات حتى يمكن تكون مستوردات صفر من وجهة نظر بعض المركينتاريين ودافع عن اعتماد المتبادة بين أمم وإكتشف هذا المبدأ لا تجارة من غير المكسب لا حد على سعر الفائدة هكذا كان المفكر جوند لو أول من ميز بين لاحظوا لهنا قيمة السلعة في الاستخدام use value والقيم السوقي هذا مبدأ مهم جدا خاصة أحبة الطلبة الذين يأخذون مساق الغصال الجزئي يجب أن نفرق بين قيمة السلعة في الاستخدام والقيمة السوقية market value وقال بأن قيمة السلعة في الاستخدام هو المنفعة utility التي يستمدها الشخص من السلعة وهي أساسية في خلق القيمة السوقية لكنها لا تحدد هذه القيمة أما القيمة السوقية فتعتمد على نسبة الكميات المطوبة والمعروضة إلى بعضها البعض وقد تميز لاحظوا لي هنا أرجو طلبة اقصال الجزئي على وجه التحديد أن يتذكروا هذه المقولة تميز له بابتداء المثال الذي يلجأ إليه المنظر النظرية الجزئية في مجال المنفعة وهو مثال الماء والماس water and diamond فللماء قيمة عالية في الاستعمال يعني لا يمكن استغناء عن الماء لكن وفرته تعمل على تخبيب قيمة السوقية أما الماء فله قيمة منخفض في الاستعمال لكن ندرته تجعل قيمته السوقية عالية ما يعني بأن مبدأ الندرة scarcity يعتبر محددا للقيمة السوقية مهم جدا دافع له عن مبدأ توفير كمية كافية من النقود من أجل تسهيل وتسجيع التجارة وقال بأنه من غير الكمية الكافية من النقود فإن أي سياسة تجارية لن تكون نافعة وأن توفر النقود بكمية كبيرة تساعد في تطوير التجارة والتبادل وقد شجع إصدار العمل الورقية فايت موني كما نعرف في العصر الحديث من أجل تقليل أثر ندرة النقود المعدنية ومساعدة الحكومة في تخسين ومراكمة السبائك الذهبية وتوظيفها وقت الحاجة هذا هو جوند لو وهذا ملخص سريع لأفكاره اللي أمسح هذه هنا القيمة في الاستعمال والقيمة السوقية المنفعة والندرة النقود العمل البرقية النظام التمويل الدولي يقول مؤرخون في الاقتصاد بأن الفيوسوف والمفكر الإيرلندي فورنسي ريتشارد كانتلون كان من أعظم الاقتصاديين الذين برزوا خلال الحقبة التي سبقت اتشار العقيد التجاري المركين تالية لكن معرفة العلماء والمؤرخين به جاءت متأخرة لفترة تدت إلى قرن كامل هذا هو هذا مرخص أفكار القيم الداخلية تحدث عن القيم الداخلية والقيم الاسمية قيمة التعادل بين العمال والأرض وكمية النقود المتداولة لا يمكن الحديث عن عالم الفكر الذي ساد قبل انتشار العقيد التجارية هنا العقيد التجارية تذكرها سأتي على مقطع سابق إن قادم إن شاء الله عنهم من غير أن نعرج إلى أفكار عميد الفلاسولة السكوتلندي واضح في فكر الفلاسفة من بعده كان هيوم كاتبا يصيغ كلماته بروح فلسفية عميقة كتب في مجال النقود والفائدة والبيزان التجاري طبعا والفلسفة والطبيعة وما شاهد لكنه كان عبقريا لكنه لم يتمكن من صياجة منظومة اقتصادية متكاملة وضع هيوم العمالة في مكان عالي من فكره الاتصالية وأبدأ اهتماما كبيرا العلاقات المتداخلة بين الاقتصاد والحقائق الاجتماعية سبحان الله هذه العلاقات المتداخلة بين الاقتصاد والحقائق الاجتماعية بعنى آخر أن هناك حقائق اجتماعية شو هي الناس تحب الكثير تحب يعني أن تمارس شهواتها بالطعام والشراب والسبر والما والاقتصاد يعني هذه الاقتصاد يعتمد على الحقائق الاجتماعية وتحدث بمنطق ذكي حول علاقة النقود باعتبارها مثل السلع وكمية السلع المتوافرة وقال بأن الكمية من النقود والسلع هما القوتان التي تحددان قيمة النقود هذا هو ديبريت يوم ولد سنة 1711 توفي سنة 1776 هذا ملخص لبعض أفكاره وضع مكان عالي للعمالة تحدث عن سرعة دولة النقود النقود والأسعار التضخب والأرباح محددة سعر الفائد وفي شأن الفائدة يقول هنون بأنها تعتمد على ثلاثة عوامل أول عامل الطلب على القروض demand for loans ثاني عامل عرض النقود supply of loans وهو شيء منطقي العامل تربحية الاستثمار profitability of investment فكلما زادت طلب على القروض مع مقاء العوامل أخرى ثابتة أو أنها عملت بالجاهة المعاكس فإن الفائدة ترتفع وهكذا يقاس على حركة كل المحددات ظهر المفكر فيوسوف الاسكلاندي هذا هو جيمس دينام ستوارت في حقبة تميزت بالأحداث السياسية في بريطانيا جاءت مع نهايات القرن الخامس عشر خاصة في سكوتلدة وكانت شديدها التقلب والصراعات على السلطة كان ستوارت من الكتاب والمفكرين المؤمنين بالعقيدة التجارية آمن بالعقيدة التجارية التي هي المركينتالية وقد اعتبره مفكرون فكرة الاقتصادي أو مؤرخون فكرة الاقتصادي بأنه كان من آخر المفكرين الذين دافعوا عن تلك العقيدة تأثرت أفكاره بالفلسفة الإدارية الألمانية أو ما تسمى كاميراليزم ماذا تقول هذه الفلسفة التنادي بأن إدارة قوية الاقتصاد المركزي من أجل مصلحة الدولة طبعا حكومة وشعبا نتابع الآن هذا هو جيمس دينام ستوارت المؤيد 1712 وفي سنة 1750 وهذا الآن يعني تحدث عن مبدأ عظيم جدا كيف ينتقل الإنسان من التوحش وبداء وكفاف إلى زراعة وعمالة عائلية وفائض انتاج ثم صناعة وخدمات وتبادل الرقي فهذه التنمية الأخصرية كما وصفها دينام ستوارت جيمس دينام ستوارت مهم جدا تذكروا أحبة الطلبة والمتابعين ملخص أفكار ستوارت هذا آخر المؤمنين بالعقيدة التجارية نظرية التنمية الاقتصادية التوحش والبداء والزراع والصناعة السعر الحقيقي للسلعة والربح نظرية القيمة في الطلب والعرض توزيع الثروة وتحدث عن النقود أكون بذلك قد انتهيت من هذا المقطع راجعا أن يكون قدم الفائدة العظيمة لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى لقاء إن شاء الله قريب بمقطع عن المركين تالية حماكم الله وأستدعكم الله بإذن الله السلام عليكم